أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي على المضي قدما في تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو في ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمزوت ووصولها تباعا إلى مصر جاء ذلك خلال جولة تفقدية لانتظام العمل في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو ولفت بدوي إلى أن العمل على زيادة الانتاج المحلي من الثروة البترولية الزيت الخام والغاز الطبيعي مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معا على الإسراع بعمليات تنمية الأبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الانتاج بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والاستخشاف في مناطق مصر البرية والبحرية وأشار وزير البترول إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة وهي العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريا من خلال التوفير التمويلي والعمل المتكامل مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك